ضمن الخطة التي وضعتها حكومة صلاح الدين لتطوير الخدمات في القرى والأرياف شرعت الملاكات الهندسية بتبليط عدد من طرق غير المخدومة في ناحية الإبراهيمية جنوبي قضاء دجيل المزيد من تفاصيل في تقرير الزميل الفاضل الأنصاري ضمن الخطة التي وضعتها حكومة صلاح الدين لتطوير القرى والأرياف التابعة للمحافظة شرعت الشركة المنفذة بتبليط واكسا عددا من الطرق الغير مخدومة في ناحية الإبراهيمية جنوب قضاء دجيل وتهدف هذه الحملة إلى تحسين الواقع الخدمي في كافة المناطق وخصوصا القرى التي تحتاج إلى خدماته أشرت الكوادر الهندسية والفنية في تبليط شارع منطقة وقرى اللغة تابعة لناحية الإبراهيمية لقضاء الدجيل باشرت بطريق طول 700 متر في هذه القرية وأيضا هناك عدد أفرع ومناطق أخرى وإن شاء الله الشركة مباشرة أعمالها اليومية ليس فقط في هذه القرى وإن من القرى أخرى إن شاء الله يوم غد وربما سنجز العمل إن شاء الله خلال هذه الأيام المقبلة بإذن الله تعالى نحن قرية الأغوات ناحية الشيخ إبراهيم قضاء الدجيل نشكر السيد محافظ صلاح الدين لمتابعته والمشاريع التبليط في قريتنا نحن كم مزارعين هذا الإنجاز حقيقة يسهل علينا نقل مزرعاتنا ومحاصيل الزراعية اللي كنا سابقا عامل هذه الطرق كون أن الأمطار كانت عندما تحدث حالة الأمطار هذه الطرق تكون غير ملاءمة لنقل المحاصيل كما تمنع تنقلنا كحالة طبيعية إلى مناطق القضاء أو مناطق الأخرى الملاكات الهندسية استطاعت بمدة قياسية بتأهيل واكسا عددا من الطرق وفق المواصفات الفنية المحتمدة فيما ثمن أهل القرى دور محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر على هذه الإنجازات التي ستنهي من معاناتهم بعد تبليط أغلب طرقهم اليوم نشكر هذا الكادر اللي وصلنا وإحنا كنا مهمشين من طيلة فترة الفين وثلاثة واللي حد الآن هذا القرية البسيطة من الطرق من كافة الخدمات اليوم وصلنا الخير إن شاء الله بدأ الإعمار بدأ إكساء هذا الطريق تبليط هذا الطريق المؤدي إلى قرية القوات في ناحية الإبراهيمية ونشكر محافظة صلاح الدين على اهتمامها في كل المحافظة لأنه إحنا الأطراف الحقيقة كان مهمشين مهمشين واني أقول مهمشين ثلاث مرات لأنه أي خدمات ماكوا واليوم هذا وصلنا الخدمات إن شاء الله ونتأمل 2021 مزيد من الخدمات هذا الشارع كان عبارة عن حفر وطين وما نقدر نواصل مدارسنا ولا جامعاتنا بسبب هذا الشارع وحاليا بدأ بتبليط إن شاء الله بالجهود مذولة من الأستاذ المحافظ صلاح الدين والقائم مقام مشكورين وشكر جزيلا على هذا المبادرة الطيبة بحق الأرياف حملة إكساء واسعة شهدتها عددا من قرى ناحية الإبراهيمية لتحسين واقعها الخدمية لقناة صلاح الدين الفضائية فضل أنصاري قضاء دجيل